أهلا بكم انتهى فصل التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية وأفرز مشهدا سياسيا يتقاسم الربح فيه تكتل واسع يبدأ من بكركي ويمر بقوى المعارضة ودورها الفاعل والمؤثر بعد توحيد موقفها وصولا إلى رئيس المجلس الذي آثر تجرع الكأس بعد أحباط المحاولة في الحكومة المسؤولية أساسا وصاحبة الشأن وإزاحة ميقاتي متاع بالتمديد عن نفسه لكن الرابح الأول هو المؤسسة العسكرية التي تم تجنيبها الفراغ وقائد الجيش الباقي على رأسها ومتداول اسمه في السباق الرئاسي بما يكررث ثابت بعدم تعيين قائد جديد للجيش قبل انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة مكتملة ويطلق دور الجيش في المرحلة المقبلة تسديدة محكمة طلقها التيار العوني ورئيسه باسيل الذي جند كل جهوده العملانية والخطابية وصولا إلى مستويات متدنية لإفشال التمديد فكانت ورقة خاسرة يتشاركها مع حليفة حزب الله ويجند لها مجددا تهديداته بالطعن وليس واضحا ما إذا كان يملك كل هذا الترف بالوقت في ظل تعظم التحديات أمام لبنان